جاء هذا المريض إلى عيادة الطبيب واشتكى من بعض الأعراض فأخبر الطبيب أنه يشعر بالإرهاق والتعاب الشديد والحمى فسأله الطبيب هل الارتفاع في درجة الحرارة عالي أم بسيط فأشار إلى أنها مرتفعة جدا حتى أنه يتعرق إضافة إلى ألم في الصدر وضيق في النفس والأهم من هذا أنه يسعل ويخرج مع السعال بلغم لونه بين الأصفر والأخضر وأن لنفسه رائحة كريهة تشير هذه الأعراض معا إلى أنه مصاب بخراج رئوي للتأكد من ذلك لا بد من إلقاء نظرة على الرئتين انظروا هنا هذا هو الخراج الرئوي لاحظوا كيف يتكون من جزئين خارجي وداخلي الجزء الخارجي باللون الأحمر مثل قشرة صلبة يشبه قشرة الفاكهة هناك أنواع من الفاكهة محاطة بقشرة صلبة نوعا ما ولكن داخلها لين ورطب ولزج هكذا هو الخراج قشرة صلبة رقيقة تحيط بجزء سميك ورطب ولزج والذي يمثل الإنتان البكتيري يختلف الخراج الرئوي عن الإنتانات الجرثومية الأخرى بصعوبة الوصول إلى الجرثومة بسبب القشرة الصلبة فحتى الدم لا يمكنه اختراق القشرة بسهولة ولهذا يصعب على خلايا الدم التي تدافع عن الجسم أو المضادات الحيوية الوصول إلى الداخل والقضاء على البكتيريا المسببة للخراج فكيف يحدث الخراج الرئوي؟ يحدث الخراج الرئوي نتيجة لسببين الأول مباشر أي إصابة الرئة بعدوى جرثومية مثل التهاب الرئة السبب الثاني غير مباشر مثل استنشاق الجسام الغريبة أي دخول جسم غريب إلى الرئتين مع فتاة الطعام مثلا أو أثناء التقيؤ أو حتى دخول بعض اللعاب إلى الرئتين فجميع هذه المواد تحمل معها البكتيريا إلى الرئتين فتلوثهما فتصاب الرئة بالعدوى ومن الأسباب غير المباشرة الإنسداد الرئوي من الأمور التي يجب الانتباه لها استنشاق الأجسام الغريبة خاصة المرضى الذين يرقدون في السرير تحت تأثير الأدوية المهدئة أو الذين يتنفسون عن طريق أنبوب خارجي موصول بالقصبة الهوائية لأنهم أكثر عرضة لاستنشاق الأجسام الغريبة وبالتالي الإصابة بخراج رئوي لكن كيف يمكن للطبيب تشخيص الإصابة بخراج رئوي؟ الأعراض التي ذكرناها سابقا من ارتفاع درجة الحرارة وخروج البلغة مع السعال وهو علامة مميزة للخراج إضافة إلى ألم الصدر وضيق النفس جميع هذه الأعراض تشير إلى الخراج الرئوي لكن للتأكد من التشخيص يجري الطبيب للمريض صورة بالأشعة السينية تظهر صورة الأشعة السينية للصدر الرئتين حيث يظهر الخراج بوضوح ويمكن الاعتماد على التصوير الطبقي أيضا ويشار إليه اختصارا بـ CT بينما يشار إلى التصوير بالأشعة السينية بالاختصار CXR أو يمكن إجراء منظر للقصبات الهوائية حيث ينظر الطبيب من خلال إدخال أنبوب المنظر عبر الفم إلى القصبة الهوائية يوجد في طرف الأنبوب كاميرا صغيرة تمكن الطبيب من رؤية ما يوجد داخل الرئتين وبهذا يمكن تحديد مكان الخراج إضافة إلى التصوير يمكن أخذ عينة من البلغم الذي يخرج مع السعال وفحصه مخبريا بزراعة جزء منه في المختبر لمعرفة نوع البكتيريا التي أدت إلى الإصابة بالعدوى فهناك أنواع مختلفة من البكتيريا بعد ذلك يمكن إجراء اختبار حساسية البكتيريا للمضادات الحيوية بتحديد نوع المضاد الحيوي المناسب للقضاء على هذه البكتيريا ووصف المضاد الحيوي لعلاج المريض عند وصف المضادات الحيوية عبر الفم أي على شكل حبوب يجب الانتباه إلى الجرعة المناسبة لعلاج الخراج فبما أن الخراج محاط بغشرة صلبة يصعب على الدم الوصول إليه لذلك لا يكفي اعتماد برنامج العلاج الروتيني بالمضادات الحيوية فربما يحتاج المريض إلى مضاعفة الجرعة أو مضاعفة فترة العلاج بالمضادات الحيوية للتأكد من وصول ما يكفي من المضاد الحيوي إلى الخراج فإن لم ينجح هذا بسبب القشرة الصلبة من الألياف يلجأ الطبيب إلى التدخل الجراحي وإزالة الخراج من الرئتين ووضع انبوب في منطقة الصدر للتخلص من الدم الناتج والسوائل الأخرى وبقايا الخراج التي في الرئتين والتأكد من عدم تراكمها مرة أخرى اشتركوا في القناة